في موضوع آخر قال المحافظ السابق لمقاطعة أوديسا والرئيس الجورج السابق ميخايل ساكاشفيلي إنه بصدد إنشاء حزب سياسي جديد في أوكرانيا وذكر أن هدفه هو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة باستخدام جميع الوسائل السلمية المتوفرة وعشر ساكاشفيلي إلى أن القوة السياسية الجديدة ستغير النخبة السياسية الحالية في البلاد التي تسيطر على الحكومة والبرلمان وأضف أنه لن يقبل أي شخص قضى في البرلمان أكثر من فترة واحدة أو عمل في الدوائر الحكومية لأكثر من عامين لتذكير فإن ميخايل ساكاشفيلي استقال من منصبه كمحافظ لمقاطعة أوديسا قبلعية لن يكون في قائمتنا أي ممثل من رجال الأعمال التجارية الكبيرة أو المتوسطة سندعم الأعمال بكل الوسائل لكن لن نسمح لرجال الأعمال باقتحام السياسة أو الدخول للبرلمان الأوكراني موسيقى موسيقى